تحاول التشكيلية الواعدة لما الحميقاني إبراز قوة المرأة في التركيز على العيون في أغلب لوحاتها التي شاركت بها في أول معرض تشكيلي لهذا العام الجديد تقربتي مع الفن التشكيلي كانت بدأت من هوايا طبعا في مجال دراسي درست هندسة عمارة في كلية الهندسة قامت عدن في كان مواد للرسم بدأت تطور موهبتي كثير وبدأت أشاركت مع فنانين تشكيليين في معارض كثير وانضمت للجمعية وضع المرأة وعيون المرأة أكثر شيء قوتها وكل تعابير المرأة يمكن أن يكون في العيون فكنت أركز على هذا الجانب أكثر شيء عشرات الفنانين ضمتهم جمعية ملتقى الألوان ليبرزوا تجاربهم وكان به المجلس التشريعي حاضنة مميزا للفعالية الأولى التي يقيمها مكتب الثقافة والذي وعد بدوره بعام حافل بالأنشطة الثقافية بابي 18 سوف يشهد طبعا عدة افعاليات وأهداف أساسية سنسعى إليها في الأول القضاء على السلبيات الدخيلة على هذا المجتمع بسبب الحروب التي عانت منها بمورية منية قاطبة ونحن في مكتب الثقافة في محافظة عذن في هذه الفعالية الأولى افتتاح المعرض مع جمعية منطقة الألوان تشقيع الشباب على إقامة المعارض وعلى إقامة احتفالات المعرض عبارة عن المعنون بألفين عنوان حضارتنا فهذا طبعا متعدد الاتقاهات من سريالية تكعبية تعبيرية إلى جانب الخط العربي الإقبال الملحوظ للزوار يبين تعطش المجتمع للفن كفسحة تخرجهم من هموم المعيشة والأزمات المستمرة جراء الحرب وتداعياتها فهنا فقط نجد حوارا أرقى بين فنون تختلف أدواتها ويوحدها نجدان الجمال آدم حسامي قناة بالقيس عدن